بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثالثة أقسام المد ونبدأ أولا بالمد الفرعي ونبدأ ثانيا بالمد الفرعي المد الفرعي تعريفه هو ما زاد عن المد الأصلي بهمز بعده أو سكون وصورته أن يأتي حرف مد كما مر معنا بالطبيعي ويأتي بعد حرف المد همز سواء بكلمة واحدة أو بكلمتين أو يأتي حرف ساكن ولا يكون إلا بكلمة واحدة إذن سبب المد الفرعي همز في المدود التالية المتصل المنفصل الصلة الكبرى البدل والسبب الثاني للمد الفرعي السكون ويكون في المدود التالية العارض للسكون اللين اللازم بجميع أنواعه يقول صاحب متن التحفة في شرح أسباب المد والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة ونتكلم ثانيا عن أحكام المدود فأحكام المدود كما قلنا ثلاثة الوجوب ويكون في المد المتصل الجواز ويكون في مد المنفصل والصلة الكبرى والعارض للسكون واللين والبدل برواية ورش عن نافع وأما الحكم الثالث من أحكام المدود هذه فهو اللزوم وذلك يشمل اللازم بجميع أنواعه الكريمي منها والحرفي المثقل منها والمخفف هذا بحث إجمالي وسنتكلم بالتفصيل على هذه المدود بجميع أنواعها تحت مسمى أنواع المد الفرعي فنبدأ بالمد الذي حكمه الوجود ثم بالمدود التي حكمها الجواز ثم بالمدود التي حكمها اللزوم والحمد لله رب العالمين